فيروس كورونا ما زال يثير القلق والرعب في مختلف أنحاء العالم قصة مع ظهور متحورات جديدة له مثل XEC الذي حذر منه الأطباء في بريطانيا لسرعة انتشاره في العديد من الدولة حيث تم اكتشاف متحور كورونا الجديد XEC لأول موارع في ألمانيا خلال الصيف وأكد الأطباء سرعة انتشاره وذلك حسب تقرير لصحيفة مارر البريطانية وأوصل أطباء أي شخص يعاني من سعال مستمر وفقدان الشهية أو انسداد أو سيلار في الأنف خلال الأسبوع القادمة بأن يبقى في المنزل ويتجنب الاتصال بالآخرين فمتحور XEC يعتبر مزيجا من نوعين من متحورات كوفيد 19 ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة والبيانات تشير إلى أن XEC ينتشر بسرعة أكبر مقارنة بأي من المتغيرات الفرعية المعروفة سابقا لفيروس كورونا وفي سياق متصل قالت الرئيس الأقليمية للأمراض المعضية في جنوب كاليفورنيا لصحيفة لوس أنجلس تايمز إنه يتعين علينا مراقبة الفيروس الجديد عن كثب لأن المعلومات المتاحة عنه حتى الآن ما زالت غير كافية ومن جانبها قالت الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا لفيروسات التنفسية خلال تفرحات لصدى البلد إن فصل الشتاء يشهد نشاطا لعدد من الفيروسات التنفسية مثل الإنفلونزا والفيروس المخلوي ومتحورات كورونا وطمأنت المواطنين قائلة إن انتشار متحور كورونا الجديد ليس بالقوة التي كان عليها في السابق ولكن لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة وكشفت عن أن متحورات كورونا ستستمر في الانتشار والظهور في المستقبل مما يعني أن متحور XEC لن يكون الأخير لذلك يجب على الجميع اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعن جهود منظمة الصحة العالمية فقد أعلنت المنظمة في بيان لها عن انتهاء الفاعلية الختمية لمشروع تعاون بين المنظمة في مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك تحت رعاية وزارة الصحة والسكان ووزارة التعاون الدولي المشروع الذي بدأ في مارس 2022 وانتهى في يونيو 2024 وعملت منظمة الصحة العالمية باستفاتها الوكالة الأممية المعنية بالصحة عن كثب مع السلطات الصحية المصرية وذلك لتحقيق أهداف المشروع بدعم من تمويل قدره 11 مليون دولار من الحكومة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكان الهدف من المشروع تسريع الحصول على لقاحات كوفيد 19 وتقليل المضاعفات والوفيات وتعزيز النظام الصحي للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها من ناحية أخرى فإنه يحق للجنة إدارة أزمة الأوباء والجوائح بموجب القانون الجديد للحد من انتشار الأوباء اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تتمثل فيه كالتالي فرض قيود على حرية الأشخاص بالانتقال أو المرور في جميع أنحاء البلاد لفترة محددة تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة في الوزرات والمصالح والأجهزة الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص تعليق الدراسة جزئيا أو كليا ولمدة محددة في المدارس والجامعات والمعاهد تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة تنظيم وحضر الاجتماعات العامة المواكب أيضا التظاهرات الاحتفالات الاجتماعات الخاصة إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية واستقبال السينمات المسارح الأندية الرياضية أيضا والشعبية ومراكز الشباب لروادها وذلك لمدة محددة تنظيم أو حضر استقبال الأشخاص في دور العبادة والأماكن الملحقة بها ولمدة محددة حضر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص الزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات اللازمة بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وطلاقي اللقاحات تأجيل استداد مقابل خدمات التهرباء والغاز والمياه جزئيا أو خليا أو تقسيتها مد أجال تقديم الإقرارات الضربية لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة تقسيت الضرائب أو مد أجال تقسيتها لمدة لا تتجاوز ثلاث أشهر قابلة للتجديد لفترات مماثلة تنظيم أو حضر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد وضع قيود أيضاً على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها الزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحية أو إجراءات بعض الفحصات الطبية وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة تحديد أسعار العلاق في المستشفيات الخاصة وذلك لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية إلى هنا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا لختام هذه التقطية أشكركم شكراً جزيلاً على حسن المتابعة وإذنك ترجمة نانسي قنقر